سيد محمد سؤال قبل ما اطلع الفاصل على سريع كده العدد الضخم في المشاركة والاكتساح الساحق في انتخاب الرئيس هل الناخب المصري كان بيؤدي وجبه الوطني لكل الأسباب اللي قلناها بس؟ ولا كان كمان بيوجه رسائل أو رسالة إلى من يهمه الأمر الآخرين؟ كان عايز يقول لهم إيه؟ تاني المواطن المصري كان بيؤدي وجبه الوطني بس هو كان راح يختار رئيس يحمي يحافظ على الاستقرار كان راح يختار رئيس قادر على مواجهة التحديات اللي بتتعرض لها مصر يختار رئيس يحمي ويسمى بيخاطب العالم بيقوله بيخاطب العالم هو بيقوء يعني فكرة يعني الفرق إيه الرئيس عفتاح السيسي في ولاياته الجديدة أنا أعتقد يعني مدعوم غير إن هو الشرعية السياسية والدستورية أنت بتكلم هنا على العدد الكبير ده خلق وأكد تاني على فكرة الشرعية الشعبية اللي اتخلت حتى بعد بعد بيان 3 يوليو 2013 فإحنا أمام رئيس سيكون مدعوم بشكل قوي من 40 مليون ناخب أو 40 مليون مصري بالتأكيد يعني الوضع سيكون مختلف في يعني في الدفاع عن مصالح الدولة المصرية في الأقليم أو مع كل القوى الموجودة في العالم نطلع فاصل هلنطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الأستاذ محمد مرعي في ليه النجاح السحق ليه المشاركة الكبيرة بعد الفاصل اشتركوا في القناة